موسيقى قمة العشرين ولي العهد في الارجنتين على رأس وفد المملكة لقاءات مرتقبة مع بوتين والرئيس الفرنسي تحديات غير مسبوقة على طاولة الكبار وملفات سياسية ساخنة تزاحم نظيرتها الاقتصادية وزير الخارجية الأمراكي المملكة القوى الضامنة لاستقرار الشرق الأوسط وتدرك مثلنا مدى الخطر الإيراني والأمير محمد بن سلمان يحارب التغلغل الإيراني في اليمن لمنع ظهور حزب الله جديد يهدد المنطقة موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وآلا بكم إلى حلقة جديدة في هنا الرياض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين الكبار قمة تشارك فيها تسع عشرة دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي دول تحتكم على حوالي خمسة وثمانين في المائة من الناتج المحلي للعالم قمة العشرين وإن كانت اقتصادية إلا أنها لا تخلو من السياسة في نقاشاتها ولقاءاتها الجانبية بل إن مراقبين يرونها أصبحت سياسية بامتياز مع تتابع الملفات الساخنة على الساحة العالمية فولي العهد سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أشاد بسياسة الأمير محمد بن سلمان والتزام بمخرجات اتفاق أوبك بلس حتى أنه قال إنها المرة الأولى لالتزام المنظمة كما سيلتقي ولي العهد بالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الخلافات أيضا في هذه القمة لن تغيب فأزمة روسيا وأوكرانيا قد تلغي لقاءا مرتقبا بين بوتين وترامب كما ستحضر الخلافات التجارية بين الدول خاصة الولايات المتحدة والصيد وربما قضايا أخرى كالتغير المناخي والهجرة فماذا تمثل مشاركة المملكة في هذا المنتدى الدولي وهل يمكن لمزيج الاقتصاد والسياسة أن يصلح الأمور بين الدول التي تشهد توترات فيما بينها وما هي الآمال المعقودة على قمة العشرين بعد عشرة أعوام من انعقاد أول قمة لمجموعة العشرين في واشنطن هيمنت عليها حين ذاك الأزمة المالية العالمية تطارد قمة بيونيس آيريس بالأرجنتين قضايا سياسية ساخنة وأوضاع عالمية متوترة تتجاوز حدود الاقتصاد العالمي الذي يعتبر الهم الأول للمجموعة لتبرز أهمية اللقاءات التي سيجريها قادة الدول الأعضاء على هامش اجتماعات القمة في حل العديد منها أو على أقل تقدير التوافق على مدخل لمعالجتها رئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن عزمه التباحث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن سوريا وأعمال لجنة الدستورية السورية بهدف إنهاء نحو ثمانية أعوام من الحرب السورية إلى جانب عدد من القضايا الدولية الراهنة اللقاء مرتقب سيكون هو الثانية في خمسة أشهر استبقه بوتين بالإشادة بالمملكة الممثل العربي الوحيد بمجموعة العشرين ودور الأمير الشاب في إتمام جميع الاتفاقيات مع أوبيك بشكل كامل والمتعلقة بالتزامات إنتاج النفط مشيرا إلى أن هذا لم يحدث من قبل في تاريخ المنظمة وفي إطار التحضيرات لجولة مشاورات السويد في ديسمبر المقبل يستعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش للقاء ولي العهد على هامش القمة لبحث الملف اليمني أعتقد أننا قريبون من توفير ظروف لإمكانية انطلاق مفاوضات سلام في اليمن وهي ستكون هدفا مهما للغاية بالطبع دور المملكة العربية السعودية مهم تماما لذلك ومستعد لبحث ذلك مع ولي العهد لقاءات القمة قد تشهد اجتماعا بين رئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي بوتين في وقت يلقي تصاعد التوتر بين موسكو وكييف بظلال على فرص إتمامه في وقت ترددت فيه تقارير عن إلغائه ويبدو أن الفطور سيكون هو سيد الموقف بين ترامب ورئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ومن ورائه الأوروبيون على خلفية الخلافات بشأن مقترح إنشاء جيش أوروبي ورفض ترامب لاتفاقية باريس للمناخ وهو ما بدى في غياب الأخير عن فعاليات منتدى باريس للسلام قبل أيام العمل الجماعي والتعددية في قمة بيونيس آيريس قد يتعرضني أيضا لصعوبات أمام شعار أمريكا أولا وظهور حكومات شعبوية في أوروبا إلى جانب تعرض الاتحاد الأوروبي لشرخ عميق بطلاق بريطاني في مارس المقبل والمعروف ببريكزيت وأجواء الحرب التجارية بين أمريكا والصين أكبر اقتصادين في العالم حاضرة وبقوة لكن عشاء العمل المفترض بين ترامب ونظره الصيني شيجين بينغ على هامش أعمال القمة قد يكون إذانا بهدنة بعدما قال ترامب إنه يرى فرصة جيدة للتوصل الاتفاق مع بيكين مع بعض الشروط ورغم الظروف الصعبة التي تواجه الاقتصادات الناشئة والأزمات الاقتصادية التي تضرب حتى البلد المضيف نفسه تزاحم القضايا السياسية الساخنة الملفات الاقتصادية ما يجعل قمة بيونيس آيريس استثنائية والعالم ينتظر مؤشراتها ونعكاساتها لي برنامج هون الرياض حازم السيد أهلا بكم للنقاش في هذا الملف عن قمة العشرين والحضور فيها أرحب بضيوفي هنا في الستوديو أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود دكتور مطلق المطيري ومن القاهرة الخبير في العلاقات الدولية دكتور أيمن سمير من واشنطن أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن دكتور نبيل ميخائل أهلا بكم جميعا دكتور مطلق ماذا تمثل مشاركة المملكة في هذه القمة قمة العشرين ممثلا للعرب يعني الممثل الوحيد للعرب مساء الخير عليك أول شيء مساء الخير على ضيوفك الكرام وعلى مشاهدينك نعم لهذا التمثيل بعد عربي تمثل بحضور المملكة العربية السعودية ممثلة بسمو ولي العهد الصوت العربي الآن الموجود في وسط عشرين دولة من أهم الدول وأقوى الدول في العالم على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي نعرف أن قبل هذا المؤتمر هناك انعقدة مثل دهوس السحرة وتكلم سمو الأميرة عن الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية والفرص التي سوف تدفع العالم العربي لأن يكون أوروبا الجديدة بهذا الطموح وبهذه الإمكانيات وبهذه الفرص حضور المملكة تتم قراءتها من خلال هذا التمثيل العربي نعرف أن العالم العربي الآن يواجه تحديات كبيرة نكاد نقول أنها تحديات وجود بسبب ما يسمى مثل رخاصات الربيع العربي بسبب التدخل الإيراني الحروب المذهبية الفساد في أمور التنمية فشل مخططات كبيرة كل هذا الآن لما نقرأه ينعكس علينا مثل ضعف هذا العالم العربي سمو الأمير الآن يريد أن ينهض في العالم العربي وفق للإمكانيات والفرص الآن الموجودة لذا نجد أن بعض الهجوم ببعض الجوانب التي تحاول أن تعطل هذا الطموح الذي يمثل طموح الشباب العربي والمجتمع العربي ليدفعهم للمنافسة الآن لم يكن هناك دولة تهيمن ودولة تتبع دولة وتنفيذ مخططات وأجندات وتأخذ مقابل هذا الآن من أنت في المنافسة؟ نحن تبعنا في العالم العربي كثير يعني من مننا ما يتبع هذا المحور وهذا المحور والنتيجة الآن صالح هذه الدول العالمية أن تبقى هذه المنطقة مفرقة ومشتتة بالتالي والوجود السعودي الآن يريد أن يوصل الصوت العربي أنه قادر على المنافسة وتوجد لديه الإمكانيات للمنافسة والمشاركة في العالم العربي مشاركة يعني مربحة ومشاركة آمنة ولكن تحتاج لشيء من التوافق السياسي مع هذه الدول والآن هو ما يبحث يعني سمو الأمير من بعض الأطراف لأن إن شاء الله نوصل للنتيجة تكون مرضية لجميع العربي نعم يعني الدكتور آمن سمير انطلاقا من كلام ضيفي هنا يعني من عكاس هذه القمة المرتقب على الدول العربية ككل خاصة وأنه سبقها جولة لولي العهد على بعض الدول العربية ومنها مصر يعني بالتأكيد الدول العربية سوف تراقب أعمال هذه القمة بشيء من الاهتمام أولا نزل مشاركة العرب ممثلين في المملكة العربية السعودية بحضور سمو ولي العهد هذه القمة كما تعلم المملكة العربية السعودية قدمت نموذج في التحول الاقتصادي من الاعتماد على النفط إلى تنويع مصادر النفط وبالتالي أصبح النموذج السعودي الاقتصادي هو نموذج تحاول كل الدول العربية لاقتداء به نظر للتشابه الاقتصادي بين العديد من الدول العربية واقتصاد المملكة لكن أيضا حتى الدول الأخرى اللي ناشئة في قمة العشرين معروف أن قمة العشرين هي تتكون من الدول السمانية الكبرى الصناعية الكبرى بالإضافة ل11 دولة من الاقتصادية الناشئة وبالتالي أصبح النموذج السعودي الاقتصادي هو نموذج يحتزى به وتحاول كثير من الدول الاقتداء به تحديدا في أمريكا اللاتينية وفي آسيا باعتبار أن هناك تشابه في الظروف الاقتصادية لدى الدول الأسيوية والنموذج السعودي وبالتالي يمكن للدول العربية أن تقتدي من هذا النموذج تستفيد من هذا النموذج جولة سمو ولي العهد في الدول العربية قبل أن يتوجه لبوينس آيرس زار الإمارات والبحرين ومصر وتونس بالتأكيد هو يحمل على أكتاف هموم العالم العرب وهموم دول الجنوب بشكل عام كما تعلم ربما العلاقات التجارية الدولية لا توجد فيها عدالة بينما يسمى بدول الشمال ودول الجنوب وبالتالي انتماء المملكة العربية السعودية للشرق الأوسط والمنطقة العربية وللعالم الإسلامي يجعلها تحمل هموم هذه الشعوب العربية والإسلامية وشعوب الجنوب في هذه القمة المهمة ربما أيضا ينظر العرب في حضور وتمسيل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نموذج للطموح نموذج للتغير إلى الأفضل كثير من الاقتصاديات العربية تعاني مشاكل كبيرة مشاكل هيكلية مشاكل في الداخل مشاكل في العملة الصعبة أعتقد الأمير محمد بن سلمان ورؤية 2030 تصلح أن تكون نموذج ومسار يمكن الدول العربية والشعوب العربية أن تسير عليه وربما تكون مخرجات قمة العشرين مهمة لدراستها في الفترة القادمة أثناء عقاد القمة العربية القادمة في مارس القادم حتى تشكل نبراس ومسار ونموذج يمكن للدول العربية والاقتصاديات العربية وتحديدا التي تعاني بعض المشاكل من الاقتداء من هذه النموذج خصوصا أن هذا النموذج لا يوفر فقط العملة الصعبة والدخل الكبير لكنه يدخل فئات بقوة للاقتصاد الوطني مثل الشباب ومثل المرأة يحدث تحولات اجتماعية أيضا وثقافية في المجتمع بجانب التحول الاقتصادي أعتقد هذا ما يحتاجه العالم العربي وربما مثل هذه التحولات مثل هذا النموذج لو كان موجودا في العالم العربي في اعتقادي ما كان هناك ما سمي بالربيع العربي في 2011 نعم من هذه النقطة لو كان هناك رؤية سابقة في الوطن العربي كرؤية 2030 مثلا لما حصل ما يسمى بالربيع العربي أو الربيع الذي يسميه البعض خريفا لكن على هامش هذه القمة دكتور مطلق سيلتقي ولي العهد بعض زعماء هناك منهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأيضا الرئيس الفرنسي وبالإمكان لقاء زعماء آخرين على حسب جداول هذه القمة لكن كانت هناك تقارير روسية قالت أن الرئيس فلاديمير بوتين يطمح من وراء هذا اللقاء للتحالف مع المملكة لمساعدته في توسيع نفوذه السياسي والعسكري في الشرق الأوسط وذكرت أنه سيناقش معه قضية السورية وغيرها من القضايا في المنطقة بالتالي يعني على كيف يمكن التعويل على مثل هذه الرغبات سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الصين أو من روسيا على شراكة فاعلة مع الدول الكبرى في المنطقة كالمملكة ومصر من أجل توسيع النفوذ أو من أجل وصول لحل في قضايا المنطقة وفي هذا الاجتماع وفي هذا المؤتمر الآن تحضر السياسة وحضور هذا السياسة الآن يتمثل في لقاء سموة للعهد مع الرئيس بوتين يعني وسوف يأخذ هذا يعني بحسب اعتقادنا سوف يأخذ هذا اللقاء الطابع السياسي خاصة لكثير من الملفات التي يعني بين المملكة وبين روسيا وخاصة إذا نظرنا إلى القضية السورية وما يتبعها من قضايا مثل التقارب الروسي الإيراني التقارب وقضية الأكراد والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية كل هذه القضايا بأبعادها السياسية سوف تحضر في هذا النقاء أهمية المملكة العربية السعودية مثل ما قلت لنا هي الصوت العربي الآن الموجود عليه مسؤولية بصيانة وحماية الأمن القومي العربي وهذا يعني الواقع الآن المشروخ الواقع المصدوم بذاته مصدوم يعني بأمنه بقدراته بقدراته على حماية ذاته نشهد الآن ضعف كبير مثل هذا اللقاء الآن مع بوتين هل هو مثل مشروع تحالف سياسي بين المملكة العربية السعودية على حساب أطراف أخرى هل هو تحالف في قضايا محددة هو في الإطار السياسي يسمح بالتقارب في بعض الملفات ويسمح في خلق وإيجاد مبادرات تدعم الأمن القومي العربي بمشاركة روسيا يعني وهو المحق والاختبار الحقيقي للتقارب العربي وروسي هي القضية السورية يعني المطلوب محافظة على الوحدة السورية إنهاء الحرب الأهلية قضية المهجرين الحضور الإيراني في سوريا المضر طبعا لا للشعب السوري ولا للعالم العربي كيف يتم الاتفاق عليه نعرف أن هناك تقارب نوعا ما بين روسيا وبين طهران ولكن كان في وقت نتفهم ظروفه جيدا هو تحالف المضطر وليس التحالف الاستراتيجي بعيد المدى التي يتفقون حول قيم ويتفقون حول مصالح الاختلاف بين روسيا وبين طهران كثيرة حول المصالح تختلف أيضا القناعات وتختلف أيضا الاعتقادات بينهم تختلف أيضا المصالح نعرف أن إيران لها تعمل تشتغل في الأداة المذهبية لتحقيق أهدافها المصالحية والتوسع على حساب أيضا حلفائها طيب أنت بالتالي ترى أنه مثل هذه اللقاءات مع روسيا ستعجل ربما بإيجاد حل في الأزمة السورية أو ستدفع إلى الأمام باتجاه تحالف يعني نوعا ما يستند إلى أرضية أقوى يعني رئيس بوتن أعتقده يعرف جدية المملكة العربية السعودية في إدارة الملفات الحساسة في العالم العربي ويعرف أنه وصول لحل سياسي يرضي جميع الأطراف السورية ويحافظ على وحدة سوريا هو مطلب سعودي والوجود والحضور والوجود الروسي في سوريا هو وجود مهم جدا ووجود وازد لجميع الأطراف المشتركة في هذه الأزمة خاصة لو عرفنا الطرف التركي والطرف الأمريكي والطرف الإيراني الوجود الروسي يعني هذا في كفه هو وازد لكل هذه القوة ولما الآن يعقد لقاء مع السمو والعهد إذن أعطينا الطرف العربي دخول في هذا المشروع نعرف أن هناك من يهم أن يبعاد العنصر العربي عن هذه القضية وأقصد يعني مثل عندك الأتراكم كلهم رؤية والإيرانيين لهم تأكيد لا توجد هذه القناعة عند الروس وبالتالي ممكن خلق تفاهمات كثيرة حول القضية السورية مع الروس طيب دكتور عيمان سميري نحن بانتظار أن تصلح الأمور التقنية مع الدكتور نبيل ميخايل لنتمكن من أخذ مشاركته معنا ولكن حتى ذلك الحين سواصل مع ضيفي هنا دكتور أيمن هذه القمة الاقتصادية هناك جانب سياسي كبير فيها لكن تطغى عليها ليس أيضا التوافقات ولكن هناك خلافات سيكون موضوع أوكرانيا حاضرا بالنسبة لبوتين ربما يلغي لقاء مرتقبا بينه وبين الرئيس الأمريكي الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأيضا مع الدول الأوروبية قضايا كالتغير المناخ والهجرة بالتالي إلى أي مدى قد تؤثر هذه القضايا على مخرجات هذه القمة سواء سياسيا سواء اقتصاديا برأيك يعني اسمح لي أضيف إضافة لما قاله الدكتور المطلق فيما تعلق بالعلاقة السعودية الروسية أنا في تصوري وأنا أتابع الصحافة الروسية بشكل جيد للغاية روسيا تنظر إلى المملكة العربية السعودية باعتبارها قوة استقرار ومحور استقرار منطقة الشرق الأوسط باعتبارها أنها لها متفاعلة مع كثير من الملفات فمثلا عندما نتحدث عن التوازن في سوق النفط لا يمكن أن يكون هناك توازن على مستوى العالمي في سوق النفط بدون التعاون بين الدول المنتجة خارج أوبك والدول الأعضاء في منظمة أوبك أشار الرئيس بوتين وأشار الكريملين أكثر من مرة إن ما تقوله المملكة العربية السعودية في السر تقولها أيضا وتفعاله في العلن وأنه الأول مرة في التاريخ يكون هناك التزام بين الدول الخارج وداخل أوبك باتفاق تخفيض صقف النفط وبالتالي الروسيا تنظر المملكة من هذا المنظور باعتبارها من أهم الدول الفاعلة في إحداث هذا التوازن الأمر الآخر أن المملكة العربية السعودية منذ يناير 2015 ومجيء الملك سلمان وفي 2017 سموه ولي العهد انتهجت المملكة سياسة خارجية تقوم على سلاس مبادئ في اعتقاده في غاية الأهمية أولا الاحترام المتبادل البحث عن المصالح المشتركة والنقطة الثالثة وهي في غاية الأهمية ضبط مساحات الاختلاف والاتفاق مع الجميع سواء كانت قوة عزمة أو قوة متوسطة أو قوة صغيرة من هذا الأمر مثلا يمكن أن نرى علاقة استراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية لكن عندما ينقل ترامب بالسفارة من تل أبيب إلى القدس تقول المملكة هذه الخطوة خطوة خاطئة من منطلق الصداقة والعلاقات الاستراتيجية والعلاقات القوية مع الولايات المتحدة الأمريكية نفس الأمر تستطيع المملكة العربية السعودية أن تخط وتقوم بنفس العلاقة الاستراتيجية والعلاقة القوية مع روسيا دون أن يكون هناك خلل في علاقات المملكة القوية والاستراتيجية سواء مع الأطراف الأوروبية أو مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما تعلق بسؤال حضرتك هل التشحنات والخلافات سوف تؤثر على مخرجات قمة العشرين أنا في اعتقادي نعم سوف يكون هناك خلاف تحديدا في المجالات التجارية لا أعتقد الرئيس ترامب على يديه أي استعداد للتراجع فيما يتعلق بفرض رسوم جمهورية على الواردات من الصين هناك خلل كبير في التجارة بين الصين والمتحدة الأمريكية أمريكا تستورد بخمسمية وخمسين مليار دولار من الصين بالرغم أن هناك لقاء قد يجمعهمها الرئيس الصيني والأمريكي أو جلسة عشاء أو مأدبة عشاء لا يمكن حل حلة بعض الأمور في هذا الصدد أنا في اعتقادي هذه القمة قد تؤجل بعض الخطوات من قبل الرئيس ترامب لكن أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية لديها استراتيجية واضحة في التعامل التجاري مع الصين وغيرها حتى لدي الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية للتعامل مع الصين في أكثر من محور ليس فقط التجارة كما نعلم في عام 2018 أعلن الرئيس ترامب أن هناك منافسين للولايات المتحدة الأمريكية في العالم وكلمة منافس كلمة مخففة للعدو وقال أن الصين وروسيا هم المنافسين للولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هناك مشاكل بين أمريكا والصين في بحر الصين الجنوبي في بحر تيوان الشرقي هناك مشاكل تتعلق بتوريد الصلاح إلى تيوان نفس الأمر يتعلق بالاحتكاكات التجارية يضاف إلى ذلك حتى ما يسمى بمشكلة الصين مع المسلمي الوجور وقيام الولايات المتحدة الأمريكية بموقف سلبي ضد الإدارة الصينية في هذه المنطقة والسعي لفرض عقوبات على بعض المسؤولين الصينيين في منطقة الشيانج جينج كل ذلك يعرقل أو يعطل أو يخفف من أي توجه لاستعادة العلاقة الصينية الأمريكية كما كانت من قبل يضاف إلى ذلك هناك مشاكل بين ترامب والأوروبيين على خلفية الجيش الأوروبي الموحد ربما تكون هناك عقوبات أيضا أوروبية وأمريكية على روسيا نتيجة للمشكلة الحالية في بحر أزون ما بين أوكرانيا وروسيا دعونا نتعرف على مجموعة العشرين في هذا الفاصل ثم نعود لمواصلة النقاش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر في عملية التقارب بين هذه الدول التي تشخد خلافات بينها والتي تحدث عنها دكتور أيمن مثل الولايات المتحدة الصين مثل روسيا أوروبا مع الولايات المتحدة بالتالي قد يخفف هذا الحضور المال والاقتصاد في هذا الأمر من الحدة السياسية نوعا ما أو يعني هو الإغراء الأساسي في السياسة وهو من يعني يكبح جميعا من طموحات السياسية الكبيرة ونعرف أن يعني الاقتصاد والسياسة هم جناحين لفكرة واحدة لمشروع لأي بلد لكانت ولذلك لما رأينا مثل عندك روسيا ولما أخذناها وموضوع أوكرانيا تعرف أن روسيا لا تنظر لروسيا لوحدها ترى نفسها أنها روسيا بلد ولكن في ظل ضم أوكرانيا لها أو أن أوكرانيا تبقى تحت سيطرة تبقى الامبراطورية الروسية فالتخلي عن أوكرانيا يعني مشروع يعني صعب جدا يواجه مثل السياسة الروسية فروسيا يعني احتفاظها في أوكرانيا أو السيطرة أو مد نفوذها الإيران بأوكرانيا والحفاظ عليها هذا مطلب لأنه قد يكون هناك تواجد أمريكي أيضا وقد يكون هناك تواجد أوروبي وبعدين هي طبعا يعني وتلعب مثلا عندك نعرف أن هناك ثلاث عرقيات موجودة في التتار والروس والأوكرانيين فهي نفوذها وسيطرتها مدعوم أيضا شعبيا ومدعوم استراتيجيا وجود القاعدة العسكرية لكن مثلا في موضوع الاقتصاد هناك رغبة روسية أمريكية على استقرار أسواق النفط والطاقة فبالتالي قد يصلون إلى حل وسط في الأزمة الأوكرانية طبعا يعني مثلا هذا ملف وهذا ملف آخر نعرف أن قضية مثل أسواق استقرار في أسواق البترول يتم فيها التنسيق ويتم فيها مثلا قراءته والتدخل في عوامل ضبطة تحكمها شيء من السوق وتحكمها شيء من السياسة وتحكمها الأبعاد الاستراتيجية واعتماد اقتصاديات هذه الدول على مثل مفهوم الكسب اللي يدعم الميزانيات ويدعم الاستقرار الاقتصادي ولكن موضوع أوكراني هو موضوع استراتيجي موضوع إعادة الإمبراطورية الروسية من جديد وعادة الهيبة نعرف أن روسيا الآن تشتغل على فحص التأثير الوجود الأمريكي في المنطقة تحصل الآن تأثير ومن هذا الفحص التأثير هو القضية الأوكرانية ولا يمكن أن مثل خاصة في شخصية عرفنا شخصية مثل الرئيس بوتين أنه يتنازل عن هذا المشروع أو هذا الطموح بإعادة روسيا ماذا عن الصين مع الولايات المتحدة حتى الصين لديها الآن رغبة للتواجد في إفريقيا شاهدناها سابقا وعلى طريق الحرير أيضا الآن لما شرحت الاستراتيجية الأمنية أو استراتيجية الأمن الأمريكي شرحها مثل الرئيس الأمريكي مثل ما ذكر الدكتور أن الصين وروسيا هم المنافسين بدل ما يقول أن يختارهم معداء وأيضا شرح مثل عندك يعني الرخاء للمواطن الأمريكي البعد الاقتصادي يعني هو المهم ولا ذكر التغير اتفاقية المناخ تخلى عن اتفاقية المناخ لصالح المصرح الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية ينضم لنا الآن عبر الهاتف من بيونس سايروس المحلل الاقتصادي الأستاذ فضل بوعينين أهلا بك يعني ماذا ننتظر من هذه القمة الآن في الأرجنتين على المستوى السياسي الاقتصادي الله الرحمن الرحيم أولا نشير إلى أن قمة العشرين ومجموعة العشرين سنعقد هي حولية بمعنى أنها تعقد مرة في العام ولكن قبل ذلك يكون هناك رجال يتمخذ عن هذه القمة وبالتالي تعمل على مدار السنة ثم يتم مصادقة على ما تتوصر عليه هذه الرجال في القمة التي في قامل تأتي لنوفمبر ما نتوقع أن تتمخذ عن هذه القمة الكثير حقيقة هناك جوانب اقتصادية جوانب مالية جوانب سياسية ليس في القمة ولكن على هامش القمة جميع الزعماء العالم سيكون هناك لقاءات على هامش القمة وبالتالي نتوقع أن يكون هناك كركيز كبير على الملفات السياسية خارج الاجتماع الأساسي أما داخل قمة العشرين فهناك جملة من الأمور التي سيتم مناقشتها ولكن هناك ثلاثة منصات رئيسة الأول هو مستقبل العمل والثاني البنى التحكية بأنواعها ومسطر والكهرباء والسكان والثالث هو مستقبل الغذاء والاستدامة هذه التركيز على هذه الملفات الثلاثة ولكن هناك نتيج آخر لا يعلن عنه في الغالب لأنه جزء من القرنة وهو مرتبة من جوانب المالية والاستقرار المالي والبعد عن شبح أي أزمة مالية مستقبلية إذا نحن نتحدث عن جانبين الاقتصاد السياسي قد يفعل جانب السياسي على الاقتصاد نعم شكرا جزيلا لك من بوينس آيرس المحل الاقتصادي فضل البواعينين شكرا جزيلا لك والآن أصبح الاتصال جاهزا أو التواصل جاهزا مع الدكتور نبيل ميخايل من واشنطن أهلا بك وأعتذر عن هذا الخطأ التقني ربما ولكن قمة العشرين هناك ربما مزيج حاضر فيها وهو سياسي اقتصادي فبالتالي إلى أي مدى قد يحل كثيرا من المشكلات ويلطف الأجواء إلى حد ما بحكم أنه ليست سياسة صرفة وليست اقتصاد أيضا صرف شكرا على الدعوة الكريمة والموجود المخلص في التغالب على الصعوبات التكنقية التي حصلت ما يدور في بيونس آيرس هو في الحقيقة ليس بعيدا عن توجهات الرئيس ترامب الرئيس ترامب يرغب في أن يعرف الجميع ما هي سياساته الاقتصادية كفى هجوما على ترامب هو يريد أن يعرف الجميع أنه اقتصادي قومي أو يحبز مصلحة الولايات المتحدة أولا لكنه جزء من منظومة الاقتصاد الدولي لذلك ستكون قمة بيونس آيرس فرصة لتهدئة الأجواء ما بين أمريكا والأرجنتين مراجعة سياسات ترامب الخاصة بالحماية الجمركية والاقتصادية وأيضا معرفة أصار تلك السياسة على اقتصاديات العالم واقتصاديات عدة مناطق وعدة دول وبالتالي ستكون هناك فرصة لأمريكا والصين أن يستمعان لأراء مخالفة لسياساتهم الاقتصادية وأيضا سياساتهم الخارجية بصفة عامة نعم يعني على هامش هذه القمة هناك لقاءات بين الزعماء تقارير قالت بأن الرئيس بوتين يهدف من لقاءه بولي العهد السعودي إلى أن يكون له حضور مساعدة المملكة في توسيع الحضور الروسي والسياسي والعسكري في الشرق الأوسط برأيك هذه التحالفات التي بدأت معلمها ترتسم وتنافس التواجد الأمريكي في المنطقة إلى أي مدى قد تؤثر على القضايا العربية والمساهمة في حلها بشكل أو بآخر السؤال لك دكتور نبيل نعم دكتور نبيل طيب يبدو أنه عادت المشكلة التقنية مع الدكتور نبيل أحيل السؤال لك دكتور أيمن سمير هذه التوازنات روسية صينية أمريكية في منطقة مضطربة إلى أي مدى قد تسهل الوصول إلى حل مشكلات المنطقة باختصار أنا أعتقد أن هناك تنصيق بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بسوريا لا يمكن أن يحدث كل ما يحدث في سوريا نعم نسمعك نحن نسمعك دكتور نبيل آيمن نعم طيب إذن نتابع في هنا الرياض لكن بعد فاصل قصير مقال بومبيو في الول ستريت جورنال مقاربة دقيقة تبرز تقل المملكة في المنطقة والعالم وتعيد التأكيد على الرعاية الإيرانية للإرهاب بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الشراكة مع المملكة استراتيجية ومن دونها ستواجه الولايات المتحدة مشكلات في الشرق الأوسط ها هو وزير خارجية مايك بنبيو يؤكد بأن المملكة هي القوة الضامنة لاستقرار المنطقة وأن دورها يظهر جليا في تأمين الديمقراطية في العراق كما تساعد الرياض في التعامل مع العداد الهائلة من اللاجئين الهاربين من الحرب السورية مع تأكيد على أن النفط والاستقرار الاقتصادي للمملكة هما مفتاحا الرخاء الإقليمي وأمن الطاقة العالمي وعلى العكس من دور المملكة يقول بنبيو تدرك واشنطن التهديد الكبير الذي تمثله إيران للعالم ومن أهدافها نشر الثورة الإيرانية من طهران إلى دمشق وتدمير المنطقة مؤكدا أن طهران تسعى لنشر مزيد من الموت والدمار في الشرق الأوسط ويشعل سباق التسلح النووي الإقليمي وأيضا تهديد طرق التجارة وإثارة الإرهاب في جميع أنحاء العالم فأي دلالة لتصريحات بنبيو وقبلها تصريحات ترامب عن العلاقة الاستراتيجية مع المملكة وإلى أين يقود هذا مستقبل التنسيق بين البلدين خصوصا في مواجهة الإرهاب الإيراني إيران بأفعالها التخريبية ومخططاتها التدميرية هي الخطر الذي يهدد العالم أجمع فهي بشهادة الجميع الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقال له بصحيفة وولستريت جورنال الأمريكية الكبرى الذي جاء بعنوان شراكتنا مع المملكة أمر حيوي حذر من أن إيران لن تتوانى عن نشر المزيد من الموت والدمار في الشرق الأوسط وستشعل سباق تسلح نووي إقليمي وتهدد طرق التجارة وتثير الإرهاب حول العالم ولا يكف نظام الملال عبر الحرس الثوري ومنظماته الإرهابية وأذرعه الميليشيوية عن دعم الإرهاب وتمويله وتوفير الملاذ الآمن له وتقديم التدريبات في معسكرات إيران مثل ما هو الحال مع كوادر وعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي ومد ميليشياته في سوريا ولبنان واليمن والعراق بالمال والسلاح والعتاد بل وبالصواريخ الباليستية وهنا أشاد الوزير الأمريكي بجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مكافحة النظام الإيراني في اليمن قاطعا الطريق على الملالي الذي يحاول إنشاء كيان شبيه بميليشيا حزب الله اللبناني فيها بغرض تهديد أمن المملكة مآرب إيرانية لزعزعة الاستقرار في المنطقة أكد بومبيو حيالها أن المملكة هي القوة الكبرى للاستقرار في الشرق الأوسط وأنها والولايات المتحدة تدركان الخطر الهائل الذي يشكله نظام ولاية الفقيه على العالم إذ يسعى إلى نشر ثورته من طهران إلى دمشق وإخضاع كل من يرفض هذا بدءا من الشعب الإيراني نفسه بومبيو الذي عرض مقتطفات من مقاله على حسابه بتويتر قارن كذلك بين نظام الملالي الذي لم يستثمر فلسا واحدا للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وبين المملكة التي تقدم مليارات الدولارات بسخاء وما زالت خدمة لأشقائها في اليمن دور لا يقتصر على اليمن بل يمتد إلى بقية دول المنطقة حيث أشار بومبيو إلى حرص المملكة وعملها على ضمان نجاح التجربة الديمقراطية الهشة في العراق كذلك جهود الرياض في مساعدة الأعداد الهائلة من اللاجئين الفارين من الحرب السورية عن طريق العمل مع الدول المضيفة لهم جهود سعودية لم ولن تتوقف من أجل دعم ونصرة أشقائها في المنطقة وجدار صلب تتحطم عنده كل مخططات ولاية الفقيه لتظل المملكة دائما وأبدا وكما قال الوزير الأمريكي القوة الكبرى للاستقرار في المنطقة لبرنامج هنا الرياض شهاب شعلين أهلا بكم أفتح النقاش مع ضيفي هنا في السوديو أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود دكتور مطلق المطيري من القاهرة أيضا الخبير في العلاقات الدولية دكتور أيمن سمير ومن واشنطن أستاذ العلوم السياسية دكتور نبيل ميخايل أبدأ معك دكتور أيمن سمير لأنه انقطع الاتصال معك بالتالي ماذا تعني هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعدها من وزير خارجيته مايك بنبيو وأيضا من المبعوث الأمريكي الجديد لإيران براين هوك عندما قال بأن إيران تمارس دورا خبيثا في المنطقة وبنبيو أكد على الشراكة مع المملكة أنها استراتيجية بشكل كبير ومهم للولايات المتحدة صحيح الولايات المتحدة الأمريكية كل صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية دون يكون أن المملكة العربية السعودية هي قوة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ليس لوقوفها في واجه إيران فقط لكنها وقوفها أيضا في واجه الجامعات الإرهابية نتذكر أن أول رحلة للرئيس ترامب خارج الولايات المتحدة الأمريكية بعد دخوله البيت الأبيض في 20 يناير 2017 كانت إلى المملكة العربية السعودية عندما حضر قمة الرياض العربية الإسلامية الأمريكية التي وضعت لأول مرة رؤية متكاملة لمكافحة الإرهاب وبالتالي نظرت رئيس ترامب نظرت وزير الخارجية نظرت حتى وزير الدفاع كان منذ يومين إفادة من قبل وزير الخارجية وزير الدفاع الأمريكي للكونجرس أكدوا فيها على هذا المعنى وقالوا أن العلاقة الأمريكية للسعودية هي علاقة استراتيجية هي علاقة قوية هي علاقة منذ اللقاء الشهير بين الرئيس الأمريكي الأسبق والمؤسس الملك عبد العزيز على ظهر السفينة كوينسي في البحيرات المرة بقناة السويس ومنذ ذلك التاريخ تأسست أسس العلاقة القوية ما بين الوية المتحدة الأمريكية والسعودية وبالتالي أمريكا تنزل السعودية كقوة استقرار في وقه إيران كقوة استقرار في وقه إيرهاب كقوة استقرار في الاقتصاد العالمي من خلال الحفاظ على سعر متوازن للبترول وحتى عندما يتم الحديث عن اليمن الجميع يدرك أنه لو لمبادأة الملك سلمان ولي العهد وعاصفة الحزم ربما كنا نرى حزب الله آخر على حدود المملكة العربية السعودية لا يهدد مملكة فقط لكن يهدد كل الجزيرة العربية وبالتالي الجميع في الولايات المتحدة الأمريكية في الغرب في منطقة الشرق الأوسط في المنطقة العربية مدان للمملكة بقطع أزناب إيران في اليمن في سوريا حتى في لبنان تحجيم النفوذ الإيراني في العراق وعودة العراق تدريجيا إلى الحضن العربي وعلى المحيط العربي يعود الفضل في ذلك إلى المملكة العربية السعودية وجهودها الرائدة في هذا الأمر من خلال التواصل مع كل المكونات السياسية في العراق وبالتالي لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تضحي بكل هذه المكاسب وبكل هذه المنافع باعتبار أن المملكة هي قوة للاستقرار العالمي لا يمكن أن يكون هناك استقرار في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط دون هذه السياسات التي تقوم على المبادأة والمبادرة وليس انتظار استفحال المشكلات وبالتالي هذه السياسة لها صدى إيجابي في كل دول العالم بما فيها مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية دكتور مطلق نحن أمام تصريحات متوالية ومتتابعة الرئيس الأمريكي الشراكة مع المملكة استراتيجية من دونها ستواجه الولايات المتحدة مشكلات عديدة في الشرق الأوسط بن بيو يقول المملكة هي القوة الضامنة لاستقرار الشرق الأوسط دورها ظهر في العراق في مشكلات الحرب السورية أيضا النفط السعودي واستقرار الاقتصاد السعودي هما مفتاح الرقاء الإقليمي وأمن الطاقة العالمية أيضا براين هوك المبعوث الأمريكي لإيران إيران تمارس دورا خبيثا في المنطقة وزعزع أمن الشرق الأوسط وتزود الميليشيات بالأسلحة بالتالي ما هي دلالات كل هذه التصريحات المتوالية؟ طبعا نجد دلالات لهذه التصريحات وشيء في التاريخ وشيء الآن في الحاضر نعرف أن مرت على المنطقة ثمان سنوات أيام فترة حكم أوباما وكيف أن التقارب مع إيران خلفنا مأساة في العالم العربي كبيرة تدفع الآن ثمنها ليست الشعوب العربية بل حتى الولايات المتحدة الأمريكية تدفع ثمنها كصورتها كقوة تدفع الآن ضربتها سياسيا واختصاديا وعسكريا مما سمح في نمو قوات أخرى على حساب القوة الأمريكية ولهذا الآن التأكيد على السياسة الأمريكية الجديدة التي سمها سياسة ترام هي عودة للأصل عودة للسياسة الأصيل للولايات المتحدة الأمريكية بعد أن فرطت في كثير من مناطق النفوذ لصالح قوة أضرت في قوتها وأضرت في هيبتها كدولة تسيطر على هذا العالم الآن الاقتراب مع المملكة العربية السعودية هل هو من صالح الولايات المتحدة ومن صالح الجهتين الضرفين المملكة العربية السعودية ظلت على سياستها وبقيت على سياستها التي ترى في إيران أنه خطر على العالم العربي وهذا الخطر منظور ومشاهد ونشهد له صور وأشكال في منطقتنا العربية التي تغيرت وجهة نظره الآن وتغيرت السياسة هي السياسة الولايات المتحدة الأمريكية للتعاطي مع هذا الملف نعرف أن أوباما هو من صنع اتفاق النووي بين طهران وبين الدول الخمس وبالتالي خلق استثمارات جديدة ودعم استثمارات أيضا قديمة في الأوروبية وأمريكية ولديه قناعة ما سمت عقيدة أوباما لإطلاق يد إيران في المنطقة وبالتالي هي من سوف تحافظ على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ولكن كان لا يهم خسارة العالم العربي وخاصة منطقة الخليج وأيضا هو ذكر لأنه رسم سياسته أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني هذا اللي هو خلفية موجودة في قناعة أوباما أن عام 2017 سوف تستغني الولايات المتحدة الأمريكية عن بترول الشرق الأوسط طيب دكتور نبيل بالنسبة لهذه السياسة التي تغيرت بين حقبتين أو عهدين عندما يقول بنبيو بأن المملكة مثل الولايات المتحدة تدرك التهديد الهائل الذي تمثله إيران للعالم ومن أهدافها نشر الثورة الإيرانية من طهران إلى دمشق ما الذي تغير خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة لتقتنع الإدارة الأمريكية بوجهة النظر السعودية فيما يخص إيران تصريحات ماتس وتصريحات ممبيو بشأن إيران هي دعم لما ذكروا الرئيس ترامب ونائبه مايك بينس بمحورية وجوهر العلاقة الأمريكية السعودية اللي قائم على تعاون وتفاهم استراتيجي ما حدث ما بين أوباما وترامب أن تقم العمل مع ترامب راجع أربعين سنة من العلاقات الأمريكية الإيرانية يعني حلول أربعين سنة على سقوط الشاه سيكون على فبراير القادم لم تنجح أي محاولة ديبلوماسية عسكرية تحت أي مسمى في تحسين العلاقات الأمريكية الإيرانية يعني حتى أيام الحرب الباردة كان فيه السياسة وفاق ما بين الاتحاد السوفيتي وكتلة الشيوعية مع العالم الرأسمالي والولايات المتحدة لكن إذا فشلت أربعين سنة من التصالح أو التقارب أو التفاهم أو الهدنة ما بين طهران وواشنطن فلا شك أن هناك خلاف استراتيجي عميق ما بين أمريكا وما بين إيران أنا استمعت إلى الأحاديث الجيدة التي ذكرها المتحدثان الكريمان وأحب أضيف إلى النقاط الهامة اللي قالوها إن أمريكا والسعودية يستطيعان دعم مصر ترامب أيضا عنده مشاكل مع باكستان يستطيع تحسين العلاقات مع باكستان عن طريق الوساطة السعودية يستطيع أيضا أن يتفاهم بخصوص الأزمة السورية وأزمة اليمن والأزمة الليبية عن طريق ديبلوماسية سعودية ناشطة هنا الصحف في أمريكا في هذا الصباح بتذكر عن احتمال قمة ما بين بوتين وما بين ترامب نعم سيتحدث الزعيمان لدولتان كبيرتان لكن لا يمكن تجاهل الحوار الأمريكي السعودي الهام في قمة بيونس آيريس فأعتقد أن رئيس ترامب سيحاول التقارب مع السعودية أكتر في القمة الاقتصادية التي تؤقد في العاصمة الأرجنتينية وده سيكون دعم لسياسته بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في مطلع هذا الشهر وأيضا تمهيد لخطته لحكم أمريكا في السنتان القادمتان لحكمه وأعتقد أن في تلك السنتان سيزداد التعاون الأمريكي السعودي في مجالات استراتيجية ومجالات اقتصادية وعدة مجالات أخرى طيب ولك السؤال مجددا دكتور نبيل يعني عندما تخرج كل هذه التصريحات سواء من رئيس ترامب من مايك بينس من براين هوك من بيمبيو يعني ربما هي مفهومة لأساسة والقادة في المملكة العربية السعودية بحكم التعامل مع هذه الإدارة لكن هل تتضح وكأنها رد على أولئك الذين يطالبون بتخفيض مستوى هذه العلاقة مع المملكة العربية السعودية من أولئك الساسة الذين دخلوا سواء إلى الكونغرس الآن ويريدون تسجيل مواقف سياسية فهي رسالة موجهة بشكل مباشر لهم من الإدارة الأمريكية بأنه نحن نعرف ما لا تعرفون نعم أنا أتفق مع حضرتك في هذه الرؤية الرئيس ترامب لم يتخلى عن المملكة العربية السعودية في الأسابيع القليلة الماضية بل بالعكس دافع عن علاقة أمريكا وضرورة استمرارات علاقات أمريكية السعودية جيدة فالتصريحات الأتية من أعلى المستويات في الحكم في أمريكا هي ردود على الأصوات التي تعالت في الكونغرس في الصحافة الليبرالية زي الواشنطن بوست والنيويورك تايمز وغيرها لأن هؤلاء الأفراد لا يدركون الأهمية التاريخية للعلاقات الأمريكية السعودية ضرورتها في عالمنا الحاضر وأيضا الإخلاص من الطرفين أمريكا تسعى العلاقات جيدة مع السعودية والسعودية تسعى إلى دور ديبلوماسي ناشط وعلاقات قوية مع أمريكا فكل شخص يحاول بالتعبير الأمريكي جراند ستاندينج يعطي لنفسه مرتبة ومكانة عالية بأنه مدافع عن حقوق الإنسان وأنه يسعى إلى إصلاح الأنظمة السياسية لكن أدوارهم محجومة وللأسف صدرت تلك الأصوات من الكونغرس لأنهم أعضاء جدد وأعضاء ليس لديهم خبرة في الحياة السياسية والفهم للواقع ويحضرني تصريح زكر ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق سبيجنو برجينيسكي عندما قال لنانسي بلوسي رئيسة مجلس النواب على الكونغرس ألا يتدخل في السياسة الخارجية فأنا أنقذ تلك الرسالة إلى تلك الأصوات التي ترتفع ما بين حين وآخر في الكونغرس عن ضرورة تغيير شكل وطبيعة علاقات أمريكا مع السعودية أنتم مخطئون العلاقات قائمة وقوية ومزدهرة وسستمر إلى الأبد دكتور أيمن بنبيو عندما يقول أن خفض مستوى العلاقات مع المملكة العربية السعودية خطأ بالنسبة للأمن القومي الأمريكي بالتالي هذه العلاقات المستمرة والمتجددة والتي تشهد تعزيزا في كافة النواحي ما هو تأثيرها على المنطقة بشكل عام وأيضا على مكافحة الإرهاب تحديدا والنفوذ الإيراني برأيك أولا بومبيو كان محق تماما في قول هذا الأمر لأن المملكة العربية السعودية لعبت دور كبير جدا في خدمة الأمن العالمي سمعنا أكثر من مرة قائد أوروبي مثل الرئيس الفرنسي ماكرو أو رئيس الوزراء البريطانية تريزامي أو حتى مسؤولين في الأمن الأمريكي يقول كم من روح بريئة كانت يمكن أن تغتالها هذه الإرهاب دون المعلومات التي وصلتنا من المملكة العربية السعودية وبالتالي ساعدتنا في اكتشاف هذه البؤر الإرهابية قبل أن تقع التفجيرات وبالتالي المملكة تقدم خدمات جليلة للأمن الإنساني على المستوى العالمي بما فيها الأمن القومي الأمريكي وبالتالي تحدث بومبويو تحدث الرئيس الأمريكي بشكل واضح وصريح بأن العلاقة الأمريكية السعودية هي علاقة ضرورية وعلاقة في غاية الأهمية للمصالح الأمريكية والمصالح الغربية بشكل عام وبالتالي أنا أعتقد أن هذا المقال موجه إلى أطفال السياسة الذين ربما دخلوا مجلس النواب حديثا ولا يدركوا عمق وجوهر العلاقة الأمريكية السعودية ولذلك أتوقع أن سوف يكون لها مردود على الساحة الأمريكية في الفترة القادمة بأن هذه الأصوات تخفض شيئا فشيئا حتى تتلاشى في المستقبل بعد أن تعالى الصوتاء في الفترة الماضية والمطالبة بتخفيض أعتدر منك دعني أخذ تعليقا من باقي ضيوفي قال بأنه ليس من مصلحة إيران أن تحل الأزمة في اليمن هم يدعمون إثارة هذه الأزمة والمملكة دفعت مليارات لتخفيف معاناة الشعب اليمني وقال أن اليمن جبهة مهمة في الحرب على الإرهاب بالتالي ماذا نتوقع من المستقبل لهذه العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة في سبيل حل القضية اليمنية تحديدا وفي سبيل تحجيم نفوذ إيران طبعا هو لها الحلة الأزمة في اليمن خسرت إيران نفوذها وخسرت مشروح وخسرت طموحها في صناعة حزب الله موجود على حدود المملكة العربية السعودية في يد إيران من المنطقة فالقضية اليمنية بالنسبة لطهران هي قضية مهمة جدا واستراتيجية واستمرارها أيضا ونهاك أطراف أخرى وأقصد في خاصة في الدول الأوروبية تدعم أيضا الحضور الإيراني لمصالح مختلفة عن طهران ولكن تريد أن تستمر هذه الأزمة ورأينا خاصة التجهيز الإنساني لأسباب الأزمة هو مطبخ إيراني أوروبي بالأساس شكرا جزيلا لك أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الميكسوية دكتور مطلق المطيري من القاهرة أشكر الخبير في العلاقات الدولية دكتور أيمن سمير ومن واشنطن أستاذ الإعلام السياسية في جامعة شورج واشنطن دكتور نبيل ميخايل وأجدد الاعتذار لك مرة أخرى مشاهدين في الختم نتوقف مع أبرز نقاط في أو ما قاله أب بيو في وولل ست جورنال ولقاونا يتجدد الأحد بمشيئة الله في أمان الله شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة